محطتنا الأخيرة لليوم مع نجمة استطاعت وبجدارة أن تدخل الدراما السورية من أوسع أبوابها بعصر الدهبي وحققت حضورها بوجدان الناس وذاكرتهم بأعمال أصبحت أيقونات للذاكرى الفنية وكانت سفيرة بفنها للعالم أخوة التراب نهاية رجل شجاع وغير الكثير من الأعمال التي لا يصعفون الوقت للذكرى بل يصعفون الحنين إلى استذكارها كلما عدنا إليها لنجدها أستاذة تجيد التنقل باحترافية بين مختلف الشخصيات مخترقة عوالمها لتجسدها بإمضاء الكبيرة سوزان نجم الدين أهلا وسهلا فيك وعي سعد صباحك صباح الخير شو بدي أحلى من الصباح بمعرض دمشق الدولي بقلب سوريا مع هالجمال كله الطبيعي والجمال الطبيعة كمان يسعد صباحك أستاذة زوزان يعني اليوم من قلب الحدث الأكبر اللي عم تشهدها سوريا ودمشق بالتحديد عم نلتقي بعلامة أكيدة على أنه معرض دمشق الدولي إلى صبغة فنية ووجه ثقافي استوطن ذائقة مريدية على مر العصور أهلا وسهلا فيك أستاذة زوزان يعني اليوم في نجم عم يصطع بمعرض دمشق الدولي بوجود حضرتك وبقدومك من موسكو تحديدا للحضور بهذا المعرض أنا جدا سعيدة بتلبية الدعوة أنا مبدي دعوة لبلدي ولكن في أوقات معينة لازم نعرفها لحتى نلبية فلما أجتني الدعوة من وزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة فورا يعني قطعت رحلتي وأجيت لحتى شارك بهذا المعرض الحدث الأكبر حاليا في سوريا وقضيت يومين وهيدا اليوم الثالث عم زور كل أجنحته مش بس أجيت زيارة عادية لأ أجيت لزور كل الأجنحة جناح جناح وتعرف على التفاصيل وشوف شو آخر الشي اللي توصله كل قسم من الأقسام لحتى نقدر نبث هذا الشي عبر السوشال ميديا تبعنا لأنه فعلا شي بيرفع الرأس نعم يعني سوزان نجم الدين هالاسم اللامع عم نشوفه بجميع المحافل جميع الفعاليات الوطنية عم نشوفه بقلب سوريا هلأ بمعرض دمشق الدولي طبعا بعد قدومك من السفر وأيضا مشاركات عديدة كانت لسوزان نجم الدين يمكن عم نتابعها على السوشال ميديا وأيضا اليوم موجودة معنا بالمعرض خبرين على اليوم عن رسالتك عن حبك لأنك تتواجدي وبظل هيدا الانتصارات هلأ أنا ما تركت سوريا أبدا الحقيقة رايحة جاية على طول ولكن لما بيكون في أحداث مهمة بحرص جدا أن يكون متواجدة فيها وخاصة هذا المعرض اللي هو نتاج سنين من التعب وسنين من الإبداع والابتكارات بكل قسم من الأقسام الحقيقة حتى على خلفية المعرض زرت معظم الوزارات وصار في حوار ونقاش بيني وبين كل وزير وزير الإعلام وزير السياحة وزير الثقافة وزير النفط عدة وزراء كل حدا حكينا مطولا شو ممكن نحنا نضيف كفنانين لأنه الفن والسياسة والإعلام هني نتوأم كل واحد مننا له دور نحنا كمان لنا دور بنهضة هاي البلد فصار في نقاش كتير بكل مجال وبكل مكان ولقينا بكل مكان خط نقدر نمشي فيه مع بعض ونساهم بتطوير وبناء هذا البلد العظيم لأنه فعلا نحنا بمرحلة لازم نكون إيد وحدة لازم نكون متضافرين جدا مع بعض الجهود كلها تتضافر مع بعض الفن والإعلام والسياسة وكل واحد من موقعه لازم يقدم الشي اللي بيقدر يقدمه فأنا سعيدة جدا بالشي اللي صاروا بالحوارات اللي صارت واللي شوفوا التفاصيل على أرض الواقع الحقيقة الأجنحة اللي زرتها بترفع الراس الطيارة اللي صمموها الشباب السوريين في زمن الحرب بترفع الراس المعمل الأدوية طبعا للسرطان شي بيرفع الراس بزمن الحرب إنه كيف نحنا تجاوزنا الحرب وكيف نحنا قدرنا نتخطى كل الصعاب لحتى ننجز أشياء مهمة حتى على صعيد الفن بيقلولي أحيانا إنه المستوى شوي مو متل قبل بدي يقللون أنا ودايما بيقللون إنه شابولة كل حد أشتغل أثناء الحرب صحيح نحنا بيكفي إنه عم ننتج بهالظروف الصعبة بيكفي إنه عم نعمل عشر أو خمسة عشر وعشرين مسلسل بزمن الطبيعي كنا نعمل تقريبا نفس العدد أو أقل كسينما كنا نشتغل فيلم سينما واحد قبل الحرب هلأ عم نشتغل خمسة ست سبع أفلام فهذا إنجاز كتير عظيم بغض النظر عن النتائج إن إحنا منتأملها ولكن النتائج ضمن الحرب نتائج مقبولة جدا وبينرفع للقبعة فعلا رح ندخل شوي بأي أعمالك سيدة سوزان يعني مؤخرا تم انتهاء تصوير فيلم سينمائي حضرتك مشاركة فيه خبرين شوي عنه فيلم روز سعيدة بهذا الفيلم جدا لأنه روز بيحمل قضية السبعية سبعية الحرب روز شخصية حقيقية هي واحدة من السبعية الحرب اللي انظلموا كتير واللي تعذبوا كتير واللي قاوموا كتير واللي كان عندها مبدأ إنسان هي كانت طبيبة وكان عندها أنه بتساعد الكل بغض النظر عن انتماؤهم بس اكتشفت أنه الطرف الآخر هو طرف إجرامي طرف إرهابي يدعو إلى القتل يدعو إلى الإرهاب فأخذت الخط الصح فيما بعد ودافعت عن فكرة الوطن عن فكرة الانتماء وحاولت تطلع من السجن بطريقة معينة وتهرب مع مجموعة من السبعية عمل ضد الإرهاب ضد إرهاب الأطفال ضد إرهاب النساء ضد إرهاب الوطن عمل كتير مهم أصدر جاهز لعمليات الفنية خلصت لإله وقريباً رح يتم مشاركته بالمهرجانات الدولية والعربية وبعدها في دور العرض السورية أولاً والعربية الثانية إن شاء الله نعم يعني هذا الفيلم وغيراً من الأفلام يمكن مو بس عم يسلط الضوء وعم يكون مرآة للواقع يعني دايماً الفيلم السينمائي وخاصة إن إحنا ممكن عم نسعى إنه يكون فيه ذاكرة جمعية للأجيال القادمة على مرر العزوز أكيد شوفي هلأ لما عملنا المسلسل كتير ناس ما قدروا يكملوا مع إنه هيدا واحد بالألف من الحقيقة كتير ناس اتعذبوا وتقلموا من الشي اللي شافوا قلت لون هيدا ولا شي ما بالكم بالحقيقة اللي صارت وكتير ناس استغربوا وقالوا لي معقول هيك صار؟ معقول كذا؟ دايماً الصورة هي بتعبر أكتر من الخبر فنحن علينا مسؤولية كتير كبيرة من خلالنا كفنانين مش بس من خلال مواقفنا من خلال أعمالنا وأنه نوصل صورة أقرب إلى الصح أقرب إلى الحقيقة لأنه الحقيقة كلها ما فينا نقولها صعبة كتير نعم دائماً الفنان أنه المميز بيعطي من روحه لأي عمل بيه بقدمه أكيد طبعاً ولا أي شخصية وثوزان نجم الدين هي مميزة طبعاً بأعماله خلينا نحكي غير المشاهد الدرامية خلينا نحكي شو هي المشاهد السينمائية بقراءتك لا لا كيف تقرأين المشهد السينمائي؟ المشهد السينمائي في سوريا الآن؟ طبعاً المشهد السينمائي لسا لحنا قلتلك أنا حكينا عن هذا الموضوع ولكن برد بقلك أنه المشهد السينمائي مفروض يتطور المفروض يصور عنا دور للسينما تماماً لأنه إذا ما كان في تسويق للفيلم السينمائي ما حتقدري أنت تورجي نتاجك السينمائي بشكل حقيقي نحنا مفروض يكون عنا اكتفاء ذاتي سواء في الفن التلفزيون أو في فن السينما وأنا أطالب المسؤولين جميعاً أنه نسعى كلاياتنا لأكيد يمكن مو هلأ ولكن نحن هلأ في بناء وفي حياة جديدة وفي منطلق جديد لسوريا لازم يكون عنا محطات تتعبر عننا نحن السوريين محطات سورية تأخذ أعمالنا حصياً بعدين تنبع للوطن العربي لحتى إذا صار في حرب وهذه الحرب عملت قصر على توزيع أعمالنا وتسويقها يكون في مين يحضن هاي الأعمال حضن الأم الحضن السوري لحتى المنتج ما يوقف إنتاجه لحتى المنتج ما يخضع لشروط الآخرين بإنتاجه لحتى نحافظ على البيئة السورية على الحضارة السورية على اللهجة السورية على الرسالة السورية اللي نحن نوصل خلال أعمالنا ذكرت حضرتك ذكرتين أنه كنتي بموسكو وحالياً تواجدتي بدمشق لزيارة المعرض أيضاً وقت تكوني بأي مكان دايماً اسم سوريا عاب يكون منور على وجدك وخاصة بيحصولك لبعض الجوائز لكثير من الجوائز بيكثير من الجوائز بالفترة الأخيرة وبيحاولوا دايماً يشوهوا الحقائق ولكن أنا بقللهم مؤخراً جائزة بموسكو جائزة بموسكو على الأعمال الخيرية والإنسانية لما نحنا بنعلن عن أعمالنا الخيرية والإنسانية وهذا شي طبيعي أنه نعمله بيقولوا لنا إيه ما بصير تعلني ولما ما منعلن بيقولوا أي أعمال هاي شو عم تعمل الناس للأسف نحنا واصلين لزمان كتير صعب ولكن هذول الناس هنين ورانا بيساعدونا أنه نقدم لقدام أكتر بيدفشونا من خلال من خلال الشي اللي عم يعملو أنا بدي يقول بدي أتشكر كل الجهات الرسمية وغير الرسمية اللي كرمتني واللي نلت من خلال معه جوائز مهمة بحياتي سواء في الأعمال الإنسانية والخيرية وسواء في الأعمال الفنية مؤخرا مؤتمر المحبة والسلام بدعوة من دار الفتوى الروسية وبوجود مزيج رائع من الثقافات العربية والجنسيات والديانات المتنوعة والمختلفة في روسيا لتنفي حوارات على مستوى كتير راقي الحقيقة بهذا المجال ونلنا جائزة كتير مهمة بيعتز فيها جدا جدا وبقول لهم شكرا لألهم جزيل الشكر على هاي الجائزة وعلى هذا التكريم وعلى هاي الأيام الثقافية اللي قضيناها مع بعض وصار فيها حوار بالعمق بالعمق وأنا على الصعيد الشخصي كتير استفدت منها وكل واحد مننا استفاد رح يحاول يعكسها على حياته سواء بعمل أو بمسيرته الإنسانية أو الفنية دائما الصورة الحقيقية دائما بتطفي على الوجه مهما كان فيها تلفية مهما كان فيها الشمس ما بتقدير للشموع الطفية الشمس حتظلها موجودة أد ما كان فيه أضوية حواليها وأد ما كان فيه شموع حواليها يمكن كلمتك إنه هدول هن اللي عميد فعونا للأمام أكيدنا نوجه لهم الشكر رغم ما نوجه لهم الشكر لكل حدا بينقدنا ولكل حدا بينتقدنا النقد البناء أنا كتير بستفيد منه الانتقاد أنا بعرف دليل على وجودي بقوة أي حركة بنعملها أي كلمة بنعملها بألفوا عليها مئة قصة هذا دليل إنه الكلمة واصلة الصوت عالي مسموها مشان هيك علينا مسؤولية أكبر بكل حرف بدنا نقوله بكل موقف بدنا نعبر عنه بكل مكان بدنا نتواجد فيه حضرتك من الفنانين يلي أبدا ما تركوا سوريا لكن كانوا مرآة على انتصار سوريا بالخارج قديش اليوم المسؤولية زادت بالنسبة للفنان السوري خاصة سوزانة جمديني اللي حملت سوريا بقلبها ودارت فيها العالم صحيح أنا فعلا حملت سوريا بقلبي مش بس بالحرب في كل لحظات حياتي بطريقتي بنجاحي كل نجاح لقلي أنا هديتوا لهالبلد العظيمة هديتوا لشهداء هذا البلد العظيمة شهداء اللي ضحوا بحياتهم وبيدمهم لحتى نحنا نكون موجودين معكم هلأ على الهواء لحتى سوريا تنهض وتوصل وتنتصر على الحرب بالجيش العربي السوري فردا فردا بقائد هالوطن بكل مسؤول بهذا الوطن بكل إنسان مسؤول من موقع ومن مكانه بكل إعلام يكتب كل متحق بكل طبيب ما رسمه انتوا بطريقة صحة بكل معلم لساتوا عم بيعلم بطريقة صحة بكل واحد مننا بحب هالوطن بشكل حقيقي كل لياتنا بجهودنا المتضافرة مع بعضا قدرنا نحيي هاي البلد ورح نحيي أكتر كل واحد من مكانه إن شاء الله سوريا بقلبي وبوجداني وهلأ إن شاء الله فيه مستثمرين كتير أنا على تواصل معهم وحابين إنه يستثمروا بهاي البلد وأنا إلي شرف إذا كان فيه عن طريقي أكتر من حدا إن شاء الله في مجال السياحة في مجال الإعلام في مجال الفن في عديد من المجالات لازم كل واحد مننا يستثمر أصدقاؤه ويجيبون لحتى يورجيئن عظمة هالبلد قديش لساتها تنبض بالحياة دورك عم يكون فعالة بشكل فردي مكان وشخصي من منبع حبك لبلداني أنت ما أكيد من منبع حب حقيقي من منبع إنه سوريا هي كرامتنا ما بتتخيل قدي نحنا عانينا سواء جوه أو بره من من تشويه هذا الإسم العظيم من الإعلام الإطلالي اللي ضلل للناس ولكن هلأ السورة عم تتصلح السورة عند كتير ناس أنا بتسافر كتير إلى العالم كل ياته هلأ ما بتتخيل السورة قديش قوية لسوريا قديش في كتير مستثمرين هنن بيجوا لعندي بيقولوني حابين نستثمر بسوريا حابين نجي نساهم بالبناء خاصة بالريل استيت ببناء أنا بدي حاول استثمر بالطفل طفل السوري يلي هو أهم شيء يلي هو مستقبلنا يلي هو حياتنا القادمة النور اللي بدنا نشوف من خلاله المستقبل طفل سوري يلي لازم نأمن له الحياة الصح يلي لازم نأمن له المدرسة يلي لازم طفل العاطل عن العمل كيف نحن فينا كيف نقدر نساعده لحتى يبطل الشغل ويرجع يدرس لأنه العلم هو الأساس الجهل هو اللي وصلنا لهون الأمية هي اللي وصلتنا لهون نحن ساهمنا بهذه الحرب بشكل أو بآخر لأنه في نسبة من الجهل عند البعض هذا لازم يتحارب لازم كلنا نساهم بقتل هذا الجهل نهائيا نعم يعني الفن هو رسالة ولكن كل فنان بيكتب هاي الرسالة بأخلاقه ويمكن بيّن كل حدا كيف وجه رسالته برأيك الدور الحقيقي والرسالة الحقيقية لكل فنان قديش مهمة قديش مهمة بظل ظروف مرأة في سوريا شوفي الفنان أكبر مسؤولية أنا بقول هي عليه على الفنان تحديدا لأنه الفنان إنه متابعين يعني أنا عندي ملايين على السوشال ميديا ملايين بتتابعني في كل مكان بالعالم بنزل شغلة بتلاقي بيجيني من أمريكا من أوروبا من البلاد العربية كلا أنا وغيري من الفنانين فالفنان عليه مسؤولية كتير كبيرة تجاه وطنه تجاه الإنسان تجاه الطفل تجاه المرأة تجاه نفسه أولاً كتير مهم نحنا نعرف بلدنا شو بده مننا ونحنا نسلط الضوء على هذا الشي من خلال نحنا ثقافتنا من خلال انتماءنا ولكن من خلال الخطة والاستراتيجية العامة للبلد كمان كتير بهمنا أنه نحنا نمشي توأم مع السياسة وتوأم مع الإعلام من شان نوصل إرسالتنا بشكل حقيقي وبشكل صح وهذا الشي جسدي مثل ما ذكرتي عبر زيارتك للأجنحة بالمعرض ونشرتي فيديو عبر الفيسبوك أنا هيدا الثالث يوم بجي فيه على المعرض أنا ما أجيت زيارة لحتى يشوفوني الناس والله أي والله ليكوا سوزان بالمعرض لا أنا أجيت زيارة حقيقية خاصة لمعرض دمشق الدولي جاية ثلاثة أيام فقط لمعرض دمشق الدولي وكلهم الثلاثة أيام قضيتهم هون من الصباح إلى آخر الليل إلى أن يغلق لأنه يستحق الإنجازات اللي شفتها واللي مفروض أنتوا ضويتوا عليها كتير وأنا حضوي عليها من خلال المقاطع اللي حنزلها هلأ بالسوشال ميديا تبعي حضوي عليها الإنجازات العظيمة اللي شفتها في كل جزء وفي كل جناح من أجنحة المعرض نستحق أنه كل فنان يجي خصوصاً خصيصاً من برة أو من جوة يجي على هذا المعرض ويضوي من خلال السوشال ميديا تبعه على إنجازات سوريا العظيمة اللي شوفوا الناس والعالم بأجمعوا سوريا شو عملت أثناء الحرب سوريا شو أنجزت سوريا كيف تغلبت على الحرب بإنجازاتها العظيمة بإرادتها بتحديها للصعاب بتحديها للظروف كل واحد مننا من مكانه نجح كتير بأنه يوصل صوته وأنه يوصل إبداعه وابتكاره لسوريا وإن شاء الله للعالم كله بالأقرب يعني كل حدا ما قادر يجي ويزور معرض دمشق الدولي والسلطيلة عبر الفيديوهات عبر النزلية بدعيهم يجوا رح يستمتعوا رح يستمتعوا بحب الناس أنا المحبة اللي شفتها هون هاي زوادة أنا بنطلق فيها للعالم كله زوادة بتغطي الوطن العربي والعالم هذا الحب العظيم اللي شفته ما فيني أوصفه هذا الحب بيزيدني إصرار على النجاح بيزيدني إصرار على التحدي بيزيدني إصرار على أني كمل مسيرتي مثل ما أنا مكملتها بيزيدني إصرار على تجاوز الصعاب وعلى عدم الرد على هدول الناس اللي بيحاولوا أحيانا يحطموا من النجاح مش بس لقلي لكل الفناني دائما في ناس بيحاولوا يحطموا نجاحك بيحاولوا يقللوا منه ولكن ما رح يقدروا بهذا الحب اللي أنا شفته بهذا العزيمة اللي شفتها من وزراءنا من مسؤوليننا من الناس من أصغر إنسان موجود هون أنا بدي أقول لهم شكرا لكم جميعا شكرا للسوريا العظيمة اللي أنتجت أروع ناس قدرت فعلا تحمي هاي البلد وتقدرت تكون تنتمي إلى بلد حقيقي بشكل مشرف وأيضا شكرا لك للرسالة اللي وصلتيها عبر السوشال ميديا اللي للاقيت كثير مشاركات وأعجابات يمكن ردود أفعال وصلتها لسوزان نجم الدين أنه أنت متواجدة من معرض دمشق الدولي يمكن أنك فنانة سورية مالش وقلا اسم اللامع وعدد معجبينا ومحبينا يمكن وصلتهم كان في ردود أفعال متعددة حكيتنا عنا ما فمت السؤال إنه كيف كانت ردود الأفعال اللي كانت على المعرض؟ عن معرض عن وجودك بالمعرض نحن لم نتحدث عن بعض الصغار نحن نتحدث عن الكبار دائما ردود الفعل رائعة جدا ردود الفعل حتى من برا صار في كتير ناس بدأ تجي صار في كتير ناس بدأ أنه نقلينا لايف على فكرة أنا كتير حاولت إنقل لايف بس للأسف سوري إني أولى نتما ساعدني أبدا أبدا كان بيهمني إنقل كل حركتي لايف كان بيهمني إنقل فردا فردا كل الناس شو عم يحكوا وشو عم يعملوا كان بيهمني إنقل لايف كل الأجنحة كل الإبداعات اللي شفتها نعم ولكن أنا رح نزل على السوشال ميديا طيبعا على اليوتيوب وعلى الوسائل الأخرى طيبعا الفيديوهات اللي صورناها ولي سجلناها لحتى الناس تشوف أكتر الفعاليات اللي صارت به هذا المعرض ولكن إلى الآن ردود الفعل أنه كتير ناس يعني ما في حرب يعني ما في ضرب يعني عايشين نحن عايشين السهر للصبح المحلات المطاعم ما في محل لكرسي أنا أجيت لأحجز بفندق لحتى أكون مع الجروب كله لحتى يصير في هذا الحوار والتبادل للثقافات كمان بيني وبينهم لحتى ما أغيب عنهم أبدا ما لقيت ولا سويت ولا غرفة كله محجوز ما شاء الله سوريا عم سوريا رجعت وعم ترجع أقوى تعول عنها أهلا وسهلا فيكن ببلد العروبة البلد اللي بتحضن كل العرب وبتحب كل العرب وكأي حدا بيجي على سوريا بيتدلل عكس السورة للبعض مفكرة إنه اللي بيجي خايف يجي لا سوريا فاتحة حضنا للكل حقيقة بداية من المطار بداية من الحدود اللبنانية الابتسامة اللي عم نشوفها مش لأني سوزان بس هيدا قرار الابتسامة اللي عم نشوفها أي زائر لسوريا من الحدود إلى الحدود رح تخلي أي زائر لسوريا يكون سعيد ويكون مبسوط فما بالك إذا تغمأ للأراضي السورية وشاف الشعب الحر الشعب المنفتح الشعب المحب الحياة فأكيد رح يكون جدا سعيد يعني أكيد نحن بنا نشكرك على حرصك على التواجد دايما على الإعلام الوطني أثناء وجودك بسوريا وأكيد هذا فخر لأعلامنا وفخر لمجتمعنا وقت تكون فنانة متقلقة مثل حضرتك موجودة بأهم الفعاليات السورية إن كان ثقافية أو حتى اقتصادية وفنية شكرا لألك وشكرا لكل حدا عم نحاول يقدم لها البلد شيء يساهم ببناءه عبر برنامجنا الصباحي من صباحنا غير شو بتحبيت وش هي كلمة؟ بدي أقول إنه نحنا هلأ بفترة كتير حساسة وكتير صعبة نحنا هلأ بفترة بناء إذا ما تضافرت الجهود مع بعضها وما كنا إيد بإيد ما بنقدر نصلح الصورة اللي طلعت عننا ما بنقدر نساهم ببناء بلدنا من الداخل والخارج علينا مهمة بناء البشر قبل الحجر العلم علينا إنه نحنا نتعاون كفنانين مع الناس مع الأطفال مع السلطات مع الوزارات لحتى نقدر نوصل الصورة بشكل أسرع وبشكل صح كتير مهم يجمعنا الحب كتير مهم إنه ننسى أي حدا عنده حقد معين أو ثقر معين ما حيفيده بشي إلا إنه حيتقله إلا إنه حيخليه عايش بعذاب واللي راح راح اللي راح كتير صعب على الكل كلياتنا ضحينا وكلياتنا تقلمنا وكلياتنا فقدنا غوالي أنا من عيلتي في أكثر من 11 شهيد من عيلتي كبيرة من عيلتي يعني أولادي بعد وعني كل واحد فينا عنده ألم بحياته ونتيجة الحرب بدنا ننسى هذا الألم بدنا نتجاوز هذا الألم مهما كان صعب وبدنا نفكر بالمستقبل مش بالماضي ما بدنا نفكر بورا بدنا نفكر ببكرة بكرة أحلى سوريا هي بكرة سوريا هي القادم سوريا هي الحضارة الماضية والآن والمستقبل كلنا بنساهم بصناعة نعم يعني بدنا نتشكر هاي الكلمات الجميلة وهذا الأحساس الرائع وهذا الانتماء القوي سوزان نجم الدين نورتي سوريا شكرا اليوم وأهلا وسهلا فيك ببلدك سوريا وأكيد عبر محطة الإخبارية السورية شكرا كتير لألك وبقول لك شغلة دايما هي حقيقة وأنا دايما بالمسها يمكن كل الناس هيك إحساسهم تجاه بلادهم أنا بدي حكي عن إحساسي أنا دائما بس أوصل من الحدود حس أنه في شي اكتمل عندي حس أنه كان في جزء من قلبي مفقود رجع هون حس أنه في جزء كان مفقود من فرحتي من سعادتي من ضحكتي من ابتسامتي كله بيرجع وبيكتمل لما بوصل على أرض هالبلد الله يحليك سوريا أمين يا رب يحلي قائد سوريا وشعب سوريا وجيش سوريا إن شاء الله أمين شكرا كتير لألك